سجود السهو أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك لو زاد في الصلاة سهوا الصلاة صحيحة لكن لو تعمد الزيادة في الصلاة فالصلاة باطلة يعني هذا الأخ قام إلى الخامسة في صلاة الظهر وبعدها قال الحمد لله رب العالمين تيقن أنه في الخامسة ماذا يصنع لابد يرجع مباشر يجلس لو أكمل قراءة الفاتحة بطلة الصلاة إذا لو زاد في الصلاة سهوا الصلاة صحيحة لكن متى تيقن زيادة لابد من قطعها الثاني النقص في الصلاة لكن هذا ثمرت ضبط أركان الصلاة واجبات الصلاة لو ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا فالصلاة باطلة حتى يأتي بهذا الركن فرد صلاة أركانه كهنا يتوى صلاة وركنه صلاة واجبات الصلاة ولو ترك واجب من واجبات الصلاة سهوا فالصلاة صحيحة ويسد للسهوا مثاله نسيت تشهد نسيت تشهد نقول أي تشهد نسيت قال التشهد الأول في صلاة الظهر نقول متعمد قال لا نسيت الصلاة صحيحة وتسد للسهوا نسيت تشهد الأخير في صلاة الظهر الصلاة باطلة حتى يأتي بالتشهد قال أنا ناسي قلنا ها له أنت ناسي لابد تأتي بالركن لأن الصلاة لا تقوم إلا بهذه الأركان صلاة نعم إذا كان النقص للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بالركن وإذا كان النقص للواجبات سهوا فالصلاة صحيحة ويسد للسهوا واجبك نعم 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 الآن ندخل في القسم الثالث ما هو الشك 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 في الصلاة في الوضوء في كل العبادات ينقسم إلى قسمين أن يكون الشك في داخل العبادة هذا القسم الأول الثاني أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة أي شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه من يوم في التاريخ صلاة سقدوا كتأرسوا وينتوا من يوم العبادة تفسهم أبوها لما تعبوتهم دوروا وشكوا وذكروا تعبد من؟ تعبد الله إذا لا تلتفت للشكوك لأن أمنى الشيطان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم جاء إلى الشيطان شيطان قال أنت متوضع أنت وضع لها قال لا أدل قال إيش رأيك نراجعنا وأنت قال للشيطان ما رأيك نراجعنا وأنت أيها متى توضعت وإش حصل بعد الفجر لا لا مجرد كبر كبر على أنه متوضع لو قطع الصلاة وخرج فهو آذم إلا ليقين أنه غير متوضع ما يخرج شيطان شيطان لو قطع الجباء مركت أن هنا وضع على ما أدل أظنك على أبوك باستكار توضع ودخل المسي وبدأ يمس الرأس والأذنين هل مسحت رأسي أو لا لو رجع وعاد الوضوء آثم لأن التوضى انتع الوضوء لا يرجع لا يعيد إلا ليقيم مئة بالمئة رأسي أنت أقول أنا أبوك شوانه هلا أبوك بسوط الميلة أو تلت تاريخ يقب إيهي سوء ما ترى ترغي مركبا لينبت خلاص مطار مطار أعلم أبوك بسوط خلال الرقاء كنت بستكار لمن ودوك هذا الرقاء أبوك بسوط هذا صلى إيهيه سوء سقدانسي وبعد الصلاة قال أنا أشوق تسعة وتسعين بالمئة أنني لم أقرع الفاتحة في الثانية لو رجع وعاد الصلاة آذم إلا إذا تيقم مئة بالمئة لا يشوق طرفة عين أنه لم يقرأ يمكن يعيد الصلاة مفهوم إذن هذا القسم؟ كل شك بعد الفراغ والانتهام من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقاً الثاني أن يكون الشك في داخل العبادة هذا ينقسم إلى قسمين كثير الشكوك كثير الشكوك قليل الشكوك كثير الشكوك هذا لا يلتفت إلى الشك هذا يقول أنا دائماً في الركعة الثانية أشوق هل هي السجدة أو السجدتين؟ قل دائماً سجدتين لأنك موسوس لا تلتفت للوسوس أبداً قليل الشكوك قليل الشكوك قليل الشكوك قال أنا نادر مع السجد للسهوك مرة كل ستة أشهر مثلاً نقول الآن تبني على ما ترجح لديك في صلاة الظهر شكة هل هي ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ زهور هي سجدها وصفتنا يسجد وأرابتنا يسجد هذا نقول ما الذي ترجح لديك؟ كانت ذنبع أنه ودعاً مساء ومتاء يوم قال ترجح أنها أربع نقول أجعلها أربع وتسد للسهو هاي عفزها هنو جمتي أرابتني على أرابتني على ومياز هي لتربطارير قال ترجح لديك أنها ثلاثة ثلاثة ويأتي بالرابع وأسد للسهو قال تساوى الأمران لم يترجح عندي لا ثلاثة والأربعة هنا يأخذ بالأقل جاء رجل ابن عقيل ابن عقيل إمام وقال يا إمام أني أنغمس في اليم يعني يدخل بكامله في إناء مثلا كبير أو في البحر أو في النيل مثلا ثم أخرج وأظن أن مني شيء لم يصبه الماء ماذا عليك قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك مثلك لا يصلي لماذا قال لماذا تسقط عني الصلاة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وأنت أحدهم مجنون نعم فخيروا بين أمرين إما ترك الصلاة أو ترك الوساوس ماذا تختار ترك الوساوس ولا شك سئل أحد السلف قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عباداتهم يعني لا يوجد عند اليهود والنصارى سيوجد ساهو أبدا ما يوجد وسوس عندهم نعم قال قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخارب أعمالهم خراب إيش يصنع فيها كيف يخربها هي خراب كيف يخرب لكن أعمالك لأنها عامرة يريد يخربها عليك بالوساوس بالوساوس ينسل يتوrielحش يتويلحش يتويلحش يبالحش يبالحش يانطيبب قال أنه نطوح 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 لا يبالحش فهم صحت عندهم وفهم اخرج اشترك وفهم